مرحبا 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 هذي ديما لباس على ديوانا في من كاملو معاك كيفاش يعملو اللي يعيشوا في الريف ناور الزا كيفاش يعملو اللي يعيشوا في الريف على زينش بتكلم وليد من الناس خين اشتاب بالنسبة لبرشة الناس نعمة والناس اخرين نقمة الناس اللي يعيشوا في الريف وجبل سواء كان جندو بل كيف باجة سيدي بوزيد او غيرهم يحاولوا بقدر الامكان انهم يدفيوا رواحهم بلحطة ببول كانون الوسائل التدفية العادية التقليدية بما انهم ما عندهم مش الامكانيات يكون عندهم وسائل تدفية عصرية في منطقة الجبيل التابعة الولايات الكيف ومنطقة عينك سر حديد والافارك في ريف باجة حكينا مع عائلات وهكا كيفاش يعملو نسمع أسمع فرما نعلقوا تدفية غير متوفرة نحنا في الريف الأغلبية لنا وسائل تدفية عصرية نحنا غير متوفرة عندنا بتاتا ثم صعوبات كبيرة ثم عائلات حطة الحمو الحطب مهاش خالطة بيش تستعمل في قمة البرد خاصة لما يكون البرد مناموش قوية برشرة والناس مساكين يعلم بها كار ربي سبحانه تعالي في معانات كبيرة ثم حط شوية صعوبات في التنقل نحنا يتنقلوا عبر وسائل النقل الريفي ووساعات النقل الريفي يبدأ موش متوفرة المساكين يبقوا واستنوا في النفطات سوائع وسوائع فم ليش كلنا يتخلف على الدراسة نطاعمة حكم اللي مهاش يتنقل بش يتنقل فيه ثم معانات كبيرة رأي ثم أرياف معاناها المرافخ منعدمة فيها تماماً ظروف قاسيا كنتشو اشتنا قاسي بارشة هنا في الجبل ندفوا على حطب نجيبوا فيه من هنا من الجبل ونطيبوا عليه الماكلة ونسخنوا عليه الماء الجيز غالي وساعات يتقطع في الكائف والحطب بيدو غالي الله غالب ولفنا بيهشته هنا في الكائف في الجبل واضح معانات ناس الوسائل البداية معهم رغم لي الكانون في برشة مدن موجود في ضواحي العاصمة في العاصمة في مدن الكانون مزل موجودة ما هو محطب كذلك معاناها كم نقولوا نحنا عادي مجيز يشعر كانون بشو حط شي بخور لا 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 كانون كانون شو بخور ايه معنا ما هيش كما للبر يساعد ايه نحكيلك معنا مش كانون بثان هنا موجودة كانون يشعر بزيه ويراديتها ايه ايه ما هو يبخر ولا كده نحكيلك كانون يشعره مانا بشدة يدددددفوا نسبة قليلة بكل ما شو هو ساعدي ليلة مرشة برشة ومش عبيفة تستعملوا كانون .. اغلق كأني سدي الغالamel ... سيدي غالي سدي نوفل ... تستعملوا كانون انتم كيفنا ل posição مستعملوش احنا سيدي نوفل احنا عنا كلا شوفهاش ...يشوفهاش عنا احنا لقصر وقتها ...أول كلا شوفاج تغلى للبيت من لطاق kilk64 متاعنا في السراء ندفيه السراية وشكون اللي جيبهم؟ سيدي شون بير بابا جيبهنا لأشوفها شفهمت واللي في حمل واحد سيدي نوفر ما نستعملوشي ما نستعملوشي برباكيو لا ما ندفيوش لا علشتي شويو مانا شنون شويو احنا ما نشويو احنا ما نشويوش انتم ما تشويونا علشكون يشويو الناس وي بابا الكنون لا ينهتك لا ينهتك لا يبيتك البرة لا ينهتك تفضل علش تتناهت صوفيان تعبك والله بابا لو نتعامني البلدي سمحني اي 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 اناوفر مش نحل البارانتاز حل البارانتاز والله مش نحل البارانتاز نعرفش تتقلقوا منو البارانتاز هذي بابا مش نحل بلله يسامحوني قاش وعشرين عام من اللي بديت انها كان منشوفوا وسائل علامة الروادين والدنيا هالي يسكنوا هذومها في الارياب وفي الجبولات ويمشوا حفاية ووقتي تصب لهم تر ما يمشوشوا للمدارس والكراهب ما فهماش والكيران ما فهماش والواحد ما فهماش والما ما فهماش ودبروا طرف لح طب بس بس ما جداش عندنا نسمعو بي عشرين اتنى عشرين اتنى عشرين اتنى عام مفهمتني ولا مالستين اتنى سبعين اتنى مالستين اتنى سلاحكاية دي مال اندوروا في نفس المعبوكة اندوروا في نفس الشي نجيبوهم نعملوا معهم شوية حوارات اه ايامات مفهمتني ولا وتاح الكيف على ظله حتى الين مساكين يرجع التقسي والي سخون وانا عايشين في الطبيعة وكذا ومن مالا حتى حد مجال يشوفين المنظرة دي تحسوا منظر متاع انتي خبات متاع ما اساس ما هي متاع مناسبات ورجعوا الملف في الكجر وساعدة يومك عايش اخوة يا رب بحكم اني انا مثلا جدودي في الريف وكذا ونعرف المشاهدة دي وعننا برشة ناس عادي كعيش بنسبة ثمانية بالمئة يتحملون مسؤوليتهم وهما السبب في اللي يصير لهم هما السبب ما معنى هما السبب الناس فصل لي شو نتوقع اهل الريف تقريبا هما السبب في الوضعية متاعهم على خطر كي جي الانتخابات ويجيهم واحد مكستم حملوه ويبوسوه فمن يولي يعطيهم اميات دينار على الدير وكردونا مقرونا وكردونا طماطم ونهار الانتخابات يركبوهم في السيجيات ويزوين تخبو تونس كامل علي شريف هو اكثر عباد مضرورة تونس كامل لا 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 هذه كالعباد المضرورة هذي العباد اللي هيذي اللي قادة تعاني هذي العباد اللي حياتها ما تبدلتش من عام 50 الى ومينة هذا بخاطر ما عادش قلناها سبع الف مرة ما عادش تقبلوا الناس اللي جي تمدك لفلوس ما عادش تاخذ الخمسين دينار باش تمشي تصوت في نهار وترجع لحالتك طبيعية اللي يجي باش انت يجي يكذب عليكم يقولوا خمسة سنين اخرين ايش باش تعملي خمسة سنين القدام انا ش بشي والي عندي هل بشي والي عندي كييس باش والدي يمشي يقرأ هل بش تعملي يزو ثلاثة مديرز باش يلدي يقرأ لا 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 ما يتصغلك العاصر يزي بسيني بربي من اللقصة نحكي لك معناه هو يستغل الطيبة بارتوه شو الطيبة عليها ماكش فاهمني يستغل ضروف يشين مرأة كبيرة عمرها خاصة سبعي السلام مسكينها مفهما شيء لا 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 يستغلك المرة الثاني يستغلك المرة الثالثة ما عاد يستغل فيك خمسين سنة هاي قاعدة شنوه تديفوه معاش منه هو من السيد اللي يجي كذب عليك منك انتي اللي تصاد الجد عليك صوفيان شنو تدخول شنو تجيب عليك نجم يكون كلام معقول معناتها نجم هذي ناحية ودي مرة غاق زليت او احنا هذك هو الأمل لك خي انتي ما يزورك حد يزوروك كل نهارة انتي خبت شكو مش يزورك محتم ما تقبلوش مش يزوروك معتما مش يزوروك والي للمنطقة هذيكا ما يزوركش مش يزوروك وزير ايه شوفها تقريب من المستحيلات بلدها والله كما والله العظيم نحن من الجيش كلام يقولوا ليهم ربي يوكاوه فما ناس تعاوذك وفما ناس اه صحيح صحيح وتجروا بيهم بطريقة رخيصة وتجروا نفس المشهد نشوفوه عاونونا عاونونا ما فما حتى شي يتبدل واضح صحيح الاحكاية وليت مهمر طرد العامة